تحت مظلة الجمهورية الجديدة أعلنت إدارة الحوار الوطني اختيار ضياء رشوان نقيب الصحفيين منسقا عاما للحوار الوطني بالإضافة إلى اختيار المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رئيسا للأمانة الفنية للحوار الوطني لافتة إلى بدء أولى جلسات الحوار الوطني في الأسبوع الأول من شهر يوليو القادم وأوضحت أن أولى مهام المنصق العام للحوار الوطني تتمثل في بدء التشاور مع القوى السياسية والنقابية وكافة الأطراف المشاركة في الحوار الوطني لتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني من ممثل كافة الأطراف والشخصيات العامة والقبراء من 15 عضوا بما يضمن المشاركة الفعالة والتوصل إلى مخرجات وفقا للرؤى الوطنية المختلفة وبما يخدم صالح المواطن المصري وتابعت إدارة الحوار الوطني أنه تم الانتهاء من كافة التجهيزات واللوجستيات اللازمة لتنظيم الحوار وذلك من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب والمنوطة بتنظيم المؤتمر الوطني للشباب وفقا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي يقتصر دورها على المهام التنظيمية واللوجستية مؤكدة استمرار الأكاديمية في اتباع نهج الحياد والتجرد التام في إطار دورها التنظيمي والفني والتنسيقي بعيدا عن التدخل في مضمون الحوار الوطني الفعال تحت مظلة الجمهورية الجديدة وأشارت إلى أنه تم تشكيل أمانة فنية من الأكاديمية الوطنية للتدريب برئاسة المستشار محمود فوزي لمعاونة مجلس أمناء الحوار الوطني في العملية اللوجستية والتنظيمية للحوار الوطني وتوفير كافة المعلومات اللازمة لإدارة الحوار مضيفة أن الأمانة الفنية سلمت كافة طلبات المشاركة والمقترحات المقدمة من فئات الشعب المختلفة إلى السيد ضياء رشوان تمهيدا لمناقشتها وبدء جلسات الحوار الوطني كما سيتم الإعلان عن كافة تفاصيل المقترحات خلال الأيام القادمة ولفتت إدارة الحوار الوطني إلى استمرار استقبال طلبات المشاركة في الحوار الوطني والرؤى والمقترحات من خلال الرابط التالي مشيرة إلى توسيع قاعدة المشاركة في الحوار من خلال دعوة جميع ممثل المجتمع المصري بكافة فئاته ومؤسساته بأكبر عدد ممكن لضمان تمثيل جميع الفئات في الحوار المجتمعي والحرص على الوصول إلى جميع مناطق الجمهورية وبالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار وطني فعال كما تتلقى إدارة الحوار الوطني المقترحات والاستفسارات عبر رسائل الواتساب على الأرقام التالية يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أعلن إطلاق الحوار الوطني خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في شهر أبريل الماضي وذلك في إطار المشاركة الوطنية الفعالة تحت مظلة الجمهورية الجديدة بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030